أعلنت وزارة الهجرة والتعليم العالي إن مائتين واثنين طالباً مما تقدموا بأوراقهم لم يستوفوا شروط المواد المؤهلة للتخصص تبقى لقانون الجامعة المصرية وأضافت الوزارتان أن هؤلاء الطلاب لن يتمكنوا من أداء الامتحانات المخصصة للطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والراغبين في استكمال دراستهم بمصر كما أشارت إلى إبلاغ الطلبة بطبيعة موقفهم النهائي وكانت وزارة الدولة للهجرة قد أعلنت عن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من الرابع عشر إلى الرابع والعشرين من مارس الجاري لأداء اختباراتهم ولفت بيان الوزارة إلى أن إجمالي من تقدموا لوزارتي الهجرة والتعليم العالي بأوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالباً وطالبة قال الرئيس الأوكراني فليدومير زيلينيسكي أن كييف لن تستكمل المفاوضات مع موسكو إذا ما وصلت روسيا المطالبة بنزع سلاح أوكرانيا وأضفت زيلينيسكي أنه من الممكن التوصل لاتفاق مع روسيا شريطة سحاب قوتها وأشار إلى ضرورة الحصول على ضمانات أمنية من روسيا خلال المفاوضات مقابل استعداد بلاده لمناقشة معمقة بشأن وقوفها على الحياد وعدم التسلح النووي كما لفت زيلينيسكي لأن الدمار في أوكرانيا أسوأ من الدمار الذي خلفته روسيا في حرب الشيشان متهما موسكو بتدمير كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسيا في أوكرانيا حذر الرئيس الفرنسي منول مكرو من تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا وذلك غدا تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه جزار وأضف مكرو أنه لن يستخدم هذا النوع من الكلام لأنه لا يزال على تواصل مع بوتين دعيا إلى وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا دون الدخول في حرب جديدة ولفت مكرو إلى أنه سيتحدث مع بوتين لثنين أو ثلاثاء لتنظيم عملية إجلاء لسكان مدينة ماريقول الأوكرانية المحصرة من القوات الروسية أكد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن العملية الروسية في أوكرانيا تتسبب في أزمة غزاء عالمية وقال بلينكين أن دول منطقة الشرق الأوسط تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الخبز مضيفا أنه سيتم دراسة الخطوات التي يمكن أن تخفف عن عبء هذا الأمر على شعوب المنطقة قال مستشار الرئيس الأوكراني أن أوكرانيا تشن هجمات صغيرة مضادة في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الروسي تطويق قوتها في شرق البلاد يأتي ذلك فيما أوضح رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين لإنشاء منطقة خاضعة لسيطرتها وأضاف أن موسكو تحاول خلق وضع يشبه وضع الكوريتين الشمالية والجنوبية في أوكرانيا وأشار إلى أن أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وصل الألف من سكان مدينة خاركيف الأوكرانية لاحتماء في محطات قطارات الأنفاق في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث عدد السكان فيما تواصل روسيا هجومها الجوية على المدينة وما زال الكثير من سكان خاركيف متواجدين بالمدينة على الرغم من فرار نصف سكانها منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا وقال موظفنا في مدرو خاركيف أن هناك ما يقرب من سبعمائة شخص لجأوا إلى محطة المدينة مضيفين أن هذه الأعداد منخفضة مقارنة بحوالي ألفين شخص لجأوا للمحطة في الأيام الأولى للهجوم الروسي قال أولكسي لارمينكو نائب وزير الصحة الأوكرانية أن كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بلاده بدأت تتناقص على الرغم من تواصل القصف الروسي على أوكرانيا وأعرب لارمينكو عن امتنانه للمجتمع الدولي لما قدمه من مساعدات لبلاده حتى الآن وتشمل الشحنة المتجهة إلى أوكرانيا أسرة معدنية وأجهزة لمرضى الأزمات التنفسية ومكثفات أكسجين وشدد المسؤول الأوكراني على حاجة بلاده الماس للمزيد من الدعم طلبت أوكرانيا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدم فتح مكتب تعتزم الوكالة فتحه في مدينة روستوف عنضان الروسية وأوضحت أوكرانيا أن ذلك سيضفي الشرعية على الممرات الإنسانية لموسكو التي قالت كييف إنها تختطف الأوكرانيين وترحلهم قسريا وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجيلا فروف قال إن الاتفاق بين الجيشين الروسي والأوكراني ضروري قبل إجلاء المدنيين بشكل مناسب من أوكرانيا موسيقى شكرا